الدوري خلص للقالي ولا لسه؟ لا طبعا لسه طبعا لسه؟ طبعا لسه اه يعني انا دايما مع ما قلت وكنت سعيد جدا جدا بالقال ومارسل كولر ان ما زالت الصفر في الماء طبعا نسبة كم في الماء خلالي على الصفر طبعا لان انت ما تقدرش حتى توصل للعيب او توصل احساس اللعيب انك ضمنت الدوري ولو حتى بنسبة 50% لان انت كسبت ماتشين مهمين جدا امام بيراميدز لكن لقدر الله ممكن تخسرهم في الماتشات اللي جاية وارد في قرط القدم لو تركيزك قل لو استرارك قل وارد جدا انك تخسر بعض المباريات وده وارد في قرط القدم مش مستحيل فتقدر تقول مبروك للنادي الاهلي لما عدد النقاط خلاص يبقى انت ضمنت مليون في المية ان المركز التاني حتى لو كسب كل ماتشات ومش هحصلك اقدر اقولك مبروك لكن لغاية النقطة دي لا الدوري بقى ما بين كوسين الدوري قرب وبقى 80% في الجزيرة أو 90% في الجزيرة الكلام ده كله مش في قرط القدم لان انا عشت كده لحظات كتيرة جدا جدا كنا قريبين مثلا من بطولة لكن في الدقاية الاخيرة بديها في النادي الاهلي وانا عارف سياسة النادي الاهلي كويس اوي ان مفيش حد بيتكلم في النادي الاهلي ان خلاص الدوري احنا ضمننا الدوري او يا جماعة خلاص الدوري بقى نسبة 70-80% في الجزيرة الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي لان ما حتى اللعيب ما يوصلوش ده ودي رسالي مني للعيبة حتى ده ما يوصلش الاحساس لان غصب عنك لو وصلك احساس انك خلاص الدوري قريب منك تركيزك هيقل والفترات اللي جاية فيه ماتشات كتيرة جدا صعبة لنادي الاهلي يعني ماتشات الجاية كتير عندنا مباراة مع المصري وعندنا ماتشات كتيرة مهمة جدا وكل تلات نقاط زي هم زي بتاعه بيراميز يعني هم بيراميز بس هو علشان المنافس المباشر فالموضوع كان بالنسبة لنا كان مهم جدا جدا وكان فعلا مهم انك تكسب الماتشين لكن ده ما يدكش الدوري خالص لسه الدوري شوية بالنسبة لسه دوري شوية